خارجنا بكم مشاهدنا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الأفق الأخضر هذا البرنامج البيئي الذي يتناول قضايا البيئة في هذه الحلقة مشاهدنا الكرام نتناول بحيرة ألاق هذه البحيرة الهامة والتي باتت إلى عهد قريب يا عماد الحياة في ولاية البراكنا بل تخطى عطاؤها ولاية البراكنا إلى باقي ولاية الوطن سنتناول هذه البحيرة ورمزيتها وأهميتها وواقعها وما كانت عليه سابقا مع دكتور وباحث جامعي تناول الموضوع بالبحث والدراسة رفقة باحثين وطنيين ودوليين وهو الأستاذ الدكتور الباحث يحيى محمل سيدي أستاذ باحث بجامعة وكشوط أهلا وسهلا بكم دكتور شكرا جزيلا لكم على قبول الدعم والدكتور مشاهدنا قبل أن نبدأ نقاشنا في هذه حقا نتابعوا هذا التقرير عن هذه البحيرة نعود بعده بحول الله هنا كانت بحيرة ألاق الشهيرة التي ظلت عبر السنين أهم مصدر بيئي داعم للحياة في ولاية البراكنا وشوارها فعلى ضفاف هذه البحيرة نمت المواشي والقطعان وجادت الأرض بالمحاصيل الوافرة وفي فضائها ازدهرت الأنشطة والتبادلات التجارية وانتشرت المحاضر وتنامت المعارف بفضل عطائها الزاخر غير أن بحيرة ألاق تسير الآن في صمت وأمام أعين الجميع نحو نهاية محتومة بسبب الانهيال البيئي أولا وبسبب الضغط البشري المتزايد والمتمثل بشكل رئيسي في تنامي ظاهرة السدود المائية التي تتكاثر بشكل فوضوي في مجرى وادقة وروافده قاطعة طريقه في رحلته المعتادة نحو مصبه النهائي في البحيرة بحيرة تريك تطلص عليها واتكتي وبحيرة تريك مهلا نخلق فيها ياسر من النقص الاساس انها مهلا ما تريجيها لك من الماء الاساس انها جاء فيها ياسر من القلقات في نفس الواد وعادة بذوق الاسباب عادته لها مجفئ وليات لي جيها ذاك اللي كان يجيها من الجيها اللامن دون ذاك شويات اللي خلاو ذوق القلقات وعادته مجفئ حتى ياسر من الجفاء ونحن نتقرينا فوق بحيرة تريك على الساس ذاك اللي نعرفو فيها ذاك اللي نعرفو فيها مات لخالي مات لينشاف وحير بحيرة تريك كانت تمتلئ وإلي ان تمتلئ من الهيش ياسوي اصحاب فوتت الثنى عشر شهر اذ تن فيها الماء يلجش يالثم عشر شهر اخرى ونفس هذه عادة ورق مهاجد قد فت تفوت شياك خار من ست شهر وذاك اللي بيه اللي كهرة القلقات اللي قال قيني نفسها كانت تنبت فيها طلبة وندايري ونجيء وعظ هذا كامل اللي كان فيها مات لا ينشاه منه شيء حتى الطيور كان فيها دنائي وكانت فيها الحديية وكان فيها جميع الطيور وهذا الطيور اللي ينشاهوا فيها الليعيات الناس طروقهم ما زادت الآن تراوق شيء يقير ذاك اللي تراوق مات لا خالق به اللي كانت وقاع مات لا ينشاه منه شيء الطيور هاجروا بيهم عاش بيهم كثرة الروغ والخبيض هاجروا دائماً قادوا الحيوان وقلت الماء الحيوان يعود مغسي منه اللي بقار تعرف في التامورت يعود يغسي ولمعيز هاذو انين يخلق الاخبيض يجفلوا يجفلوا ذاك 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 يجفلوا منه دراء وهاذو الناس اللي حاوتهم ملي يزرقوا يطرحوا الشبك اللي فيهم الحديد يعود يضروا الحيوان يشكل وادغتي الذي ينبع من مرتفعات تقاند مع بحيرة ألاك بروافده في مسيرته الطويلة منظومة مائية بيئية فريدة في تنوعها الإيكيولوجي بما تزخر به من أنواع وأشجار ونباتات ومجاري مائية وأودية خلابة إلا أن هذه المنظومة المتكاملة تعاني من تقطع أوصالها وتزاحم السدود العشوائية حول مجاري وممرات سيولها التي لم تتوقف يوما عن التدفق وهو من عكس على حياة الكثير من التجمعات السكانية التي تعيش في هذه المنظومة وبذات حول بحيرة ألاك أهلا بكم شاهدنا الكرام من جديد عدنا بعد متابعة هذا التقرير دكتور لو بدأنا بحديث عن بحيرة ألاك هذه البحيرة الوطنية الكبيرة عن أهميتها وعن تاريخها وما تمثله في بيئتنا شكرا جزيلا على الدعوة نحن عندنا عدة بحارات في موليتانا لكن بحارة ألاك تتميز بموقع استراتيجي قل نظره واحدة وجهة هذا الموقع جعلها وجهة للكثير من الباحثين والمستدمرين الوطنيين والدوليين واحدة وقوعها بالقرب من عاصمة على طريق الأمل عند ملتقى طرق ولايات الجنوب إذن هذا ما نقوله نحن إذن هي وهذا معيار أساسي في الاستثمار وفي البحث معيار جاذبة معيار الثاني قربها من حدود النهر السينغالي تقع على تقريبا أقل من سبعين كيلو متر من بوكي وبوكي كما تعلمون هي على ضفاف النهر السينغالي جيولوجيا هذه المنطقة تنتمي إلى الحوض السينغالي الموريتاني هي في الأستثماري الموريتاني الموريتاني تقع هذه البحارة في مخفط كبير تحدها تلال والكثبان الرملية من الشمال الغربي وهضبات صغيرة من الشر وتعتمد مساحتها على سطحها دائما الباحثين والمهتمين بشكل البحارة يتكلموا عن مساحة واحدين يقولوا ستين ألف واحدين يقولوا مئة ألف لكن هي أساسا مساحة تعتمد بشكل أساسي على المدخلات الهيدروجوليجية خلال موسم الأمطر وعلى جريان المياه أنا مساحة غير ذابتة تماما الوجيان الصغيرة التي تصب فيها تقريبا هي حسب آخر تقبيرات على مطول البحارة عشرين كيلومتر وعرضها خمس كيلومترات وحسب آخر إحصائيات على فوليم دول اللي هو حجم المياه اللي فيها ستة وستين مليون واربعمية واربعين متر مكعب إذن حسب الدراسة والباحثين أن هذه البحارة ما عندها مساحة محددة مساحة تعتمد على التساقطات المطرية وعلى جريان الأودية إذن تعتبر من الخزانات المائية السطحية النادرة في البلد وتتخذى على روافد مائية قادمة من التقانت ويعتبر واد كتي من أهم الروافد في المنطقة اللي يعمل على تغيية البحارة إذن فرغم قسوة المناخ وارتفاع درجات الحرارة وضغطات الجفاف الصحراوي اللي اشتاح المنطقة مؤخراً ظلت بحارة ألاك أهم موضن للتوازن البيئي في المنطقة لماذا؟ واحد هي تحتوي على بعض النباتات النادرة وهذا يعرفوه المنمين اللي في المنطقة في مواسم تقريباً بعد تساقطات المطرية ثم أنواع من النباتات النادرة لتسمين الحيوانات وثم نواع من النباتات النادرة لفصل الصيف مباشرة يجو النساء المحيطات في المحارة ويأخذهم مباشرة هي مأوى كثير من الطيور النادرة المهاجرة محلياً مثلاً نقبله على سبيل المثال طائر القرق الأبيض المنتشر في المنطقة كثيرة هذه الطيور تبحث عن موردين أساسيين عن الدفء من أجل التكاهر مع انحصار البحارة في فصل الصيف هذه البحارة تبدأ تقريباً في شهر 7 شهر 8 شهر 9 حتى شهر 10 تقبل قيمة تتمددها قيمة البحارة تكون مليئة تقريباً بعد انحصار البحارة تبدأ من نهاية شهر 3 شهر 4 شهر 5 شهر 6 تبدأ البحارة في انحصار والإضمح لها إذن تبدأ هذه الطيور اللي قلنا قبل أنها كانت تهاجد هذه المطقة تبدأ موليه في موسم العودة إلى مواطنها ناصلية النقطة الأخرى تعتبر من أهميات البحارة أيضاً ومن الأسياء اللي جعلت البحارة موضع اهتمام وطني ودولي لأن قطاع الماشية قطاع استراتيجي للمجتمعات الريفية نظراً لعدد الوظائف كيف تعرفوا مباشرة وغير مباشرة التي يخلفها وينطبق نفس الشيء على الزراعة المطرية وفم الصيد الموسمي لبعض الطيور وفم عبارة عن تجربة مزالة بداية في قضية الأسماك المتشرة في المنطقة الأسماك المائية نقطة أخرى تعتبر البحارة عام الأساسي لتغذية البحارات الجوفية وهذه النقطة مهمة عند الباحثين لأن مصادر المياه الجوفية هي التي تعتمد عليها الولاية كي تعرفوا مشروع بوحشيشة اللي يمشيها مأخراً اللي يربط بين اللاق ومقطع الحجار حتى صنقرافة وفم قاعد يرأس على أنه قد يمشي حتى إشراً لأنها يعتمد على البحارات الجوفية التي تقع في المنطقة وهذه البحارات الجوفية مصدرها الأساسي مصدرها الأساسي تغذية المياه السطحية إذن هذا مولي عامل من عوامل اهتمام البحارات الجوفية يتكلم الساكنة المحلية على أن هذه السنوات الأخية خلقت تغيرات على مستوى البحارة هذه التغيرات عندها عدة أسباب تقريباً كانوا يعرفوا أصلاً لأن البحارة ما يعد الشهر الثمانية ما عادت عادت في قيمة بارك عادلاء وقد يتحرروا الشهر تسعة عشر عشر كانوا يعرفون مثلاً أن البحارة تمشي إلى شهر ستة قالوا أن الساكن المحلهم يعرفوا فترة معينة لأنها قاعد ما كانت تنظم كانت البحارة لمدار العام هذا الحصار عنده عدة أسباب واحدة انتشار السدود الفوضوية من المنبع قلنا قبل عن وادكتي هو من أهم مصادر انتشارك السدود الفوضوية في المناطق عدم ضبط خريطة السدود عدم ضبط خريطة السدود وكل قرية هامة عدل سد صغير هذا يجعل كمية المتدفقة إلى البحارة تقود أنا قلت لك بين عدم كمية الآخر كإحصائيات أنه ستة وستين مليون واربعمية واربعين ألف متر مكعب حدث بآخر إحصائيات لعند النقطة الثانية ضعف التساقطات في المطارية لمستوى الولايات الولايات كانت تعد من الولايات اللي ما فوق ألف مليمتر سنويا الآن صارت أقل من خمسمائة مليمتر سنويا حسب آخر إحصائيات وهذا تقدروا تراجعوا لوني تقبل تساقطات المطارية من الستينات إلى اليوم شوفوا على المنطقة الشهدة تقفاضات مستمرة تساقطات المطارية ما نقدروا نهملوا لذي نقالوا التغيرات المناخية لأن التغيرات المناخية ظاهرة ظاهرة عالمية وعندنا عليها العكاسات جوهرية ما يمكن إغفالها إذن فهمش من تحديات تواجه البحارة؟ أقلنا من أبرز هذه التحديات هو نقص المياه المتدفقة إلى البحارة بسبب السدود الفوضوية عدم ضبط خريط السدود طيب إذا تناولنا مثلا ضرورة تسيير هذه المياه المتدفقة إلى البحارة مثلا تحدثنا عن المصدر وعن الممر وعن المصد مصدر هذه المياه وضرورة أن تمر بطريقة ثيابية حتى تصل إلى هذه البحارة ما الذي مثلا يجب أن يحدث؟ ما الذي يمكن أن نقوم به مثلا؟ ضبط السدود وإنشاء خريط السدود على معايير مثلا تجنب مصدر هذه المياه طريق هذه المياه المتدفقة إلى البحارة أم لا؟ هذا يدخل فيه عدة عوامل عوامل عدة تدخل في هذا الإطار يدخل في إطار إصلاحات التي تقدر تقريبا عدلوا إياك ترجع إلى البحارة طبعا هذا يدخل فيه قضية ذلك السدود الفوضوية المتشرة ومتشرة تقعد لا مؤخرا من تقريبا من 2010 على ما أود هذه السدود يجب مراجعتها فهم بعض السدود لا أظن أن أعلنها عندها جدوائية لأن الساكنة تمركز الساكنة قليل وبالتالي السدود فوضوية لأن تجد سد منشئة ترجع له تقريبا بعد شهرين أو ثلاثة لا أفهم أي نشاط على هذا السدود وبالتالي لابد من خريطة واضحة للسدود كي يصل أكثر كمية من الماء إلا أن يرجع مستوى الماء إلى مستوى الطبيعي والنقطة الثانية والأساسية هي السيابية جريان المياه إلا أن تقعد في جريان المياه يمشي بشكلها طبيعي المياه عندها مسارات طبيعية هذه المسارات التي لا يتم إعاقتها يتم طبيعية التودي خرقت فيها أي تغير تخرج تغير في السيابية المياه وبالتالي لا تصل لك كمية المياه التي كانت مطلوبة في الوقت المناسب فيما يخص البحارة دوماً حسب الزيارات التي قمنا بها والتي عملنا عليها ومشروع البحثي الذي قد طعم عملنا على أن نفهم منظومة قوانين بيئية طرحت من أجود المنظومات القوانين بيئية في العالم وفي النظيرات لكن هذه المنظومة البيئية خصة قدر من التفعيل وتطبيق أعطيك مثلاً على سبيل المثال فهم منتشر ظاهرة الصيد العبثي في المنطقة وعندي صور ميدانية في المنطقة إذن هذه قضية الصيد العبثي المتشر في المنطقة وضعف الرقابة اللي عليه هذا يشكل عامل أساسي كي قلت لك بايلة على أن الطيور المهاجرة هي من روافد الأساسية بيئية توازن بيئية المنطقة إذن إلين تعود معاملة بهاي المعاملة الطيور في هي تنقرض ولما تنقرض تعقب ما تعود بيك طيور مهاجرة ما عندها مأواء أو لا عندها هذه البحارة يمكن أعلنها من الأفق الذي يمكن نستخرجه في القريب العاجل تقريباً العالم الآن يواجه مشكلة اللي يتواجه العالم الآن هي نذرة المياه ويقولون حسب الباحثين عندنا الحروب القادمة لست تكون حروب مائية إذن هذا كمية الماء الهائلة اللي في البحارة يمكن استصلاحها ويمكن جعلها مياه صالحة للشرب عن طريق معالجة ومعالجة المياه السطحية أبسط بكثير من عالجة المياه الجوبية وأقسط بكثير من تحديد المياه من مياه البحارة كما تعلم الدول مؤخراً عاملة على مشاريع تحديد المياه إذن أظن أن البحارات أسهل وأرخص هذه البحارة تبقى ملاذ آمل هذه المنطقة التي يغلب عليها المناخ الصحراوي ودرجات الحرارة المرتفعة وحسب الساكنة لأن هذه البحارة بالنسبة لهم عندهم آهارتباط وثيق إذن علاقات قديمة تربط بين البحارة والساكنة المحلية إذن أنا حسب التجربة اللي عندنا حين يتم إصلاح هذه البحارة يمكنها تعود قطب تنموي تنموي فعال للبحارة طيب دكتور قبل أن نتناول ماذا يمكننا أن نستفيده من هذه البحارة بمجال التنموي وشكل عام نتناول إشكاليات تقضية هذه البحارة بالمياه الكافية حتى تعود إلى طبيعتها مثلاً حتى تكون على مدار العام توفر المياه المطومة التي كانت توفرها والتي كانت تستفيد منها ساكنة مثلاً خلال دراستكم هذه العمل اللي أعملتم ما هي الاقتراحات التي اقتئيتم أنه يجب والعمل عليها حتى يتم تقضية هذه البحيرة بالمئة الكافية؟ هناك عدة مقترحات لكي تسترجع البحيرة طبيعتها وأول مقترح هو ربط البحيرة بالنهر السنغادي وهذا أظن نعلنه من المشاريع التي عملت الدولة مؤخرة ممكن تقنية؟ ممكن تقنية وأظن أن الدراسة بدأت بالفعل وفهم كانوا أساسا مقترحين إما ربط البحيرة بالنهر مباشرة عن طريق قناة وإما ربط البحيرة بأنابيب وفي كل الحالتين مهم تكون البحيرة على مدار السنة يصبح فيها النهر السنة إذن ينعود عندك الرافد الذي كان طبيعي من جبال تقانت وادكتي والأودية الصغيرة المحيطة البحيرة ويعود مع هذه القناة التي ستنطلق من النهر السنة يمكن أنك تكون على تقريبا تجد الاحتياط الكافي للبحارة وتكون البحارة تستعيد شكلها الطبيعي يعني نقوله احنا شكلها طبيعي شكلها طبيعي ما قبل الجفاف ما قبل هذا الحسار وتراجع هذا المقترح من ربطها بالنهر السنة هو أهم مقترح في الوقت الحاضر طيب مراجعة هذه السدود وضبطها قلنا سابقا مراجعة السدود وضبط الخارطة يمكن أن تكون حلة مثلا يغني عنها ربط بالسنة لا لأن مضرور تقول لي حذار السدود مواجهة قضية تساقطات المطرية أنا قلتك تقريبا تخلص تساقطات المطرية في الستينات والسبعينات ليست هي تساقطات المطرية عندنا الـ 2020 وبالتالي لا يكفي حتى قاعد المصادر مع تلات تساقطات المطرية تسمح تغذيها بالتالي إذن لا بد من مصدر ذالي يكون مساعدة يكون مساعدة على تكملة للنقص الحاصل إذن فالاستراتيجية التي طرحنا طيب الآن نتناول البحارة وكيف يمكن أن نستثمر فيها كيف يمكن أن نستفيد منها تنمويا تنمويا إذن هذه البحارة كما قلنا سابقا يمكن إنشاء قطب تنموي متعددة لأبعاد زراعي رعاوي وسياحي زراعي تقريبا يمكن استصلاح آلاف الهكتارات ويمكن نعمل على تقريبا مشاريع تنموية صغيرة كيف على سبيل المثال إنشاء دي كوبراتيف فمنين لما تعاونات نسوية كي تقريبا تعاونات نسوية للخضروات تعاونات نسوية للأرز وهكذا وهكذا لكي نصدر تجربة ونعموها على الباقي هاي النقطة ثانية التي اختصرناها بإنشاء تعاونيات نسوية متخصصة على مستوى الرعاوي يمكن إنشاء مزارع نموذجية للأبقار والغنم تقريبا ونعمل على الاكتفاء الذاتي من الحديب ومشتقاته في الولاية وفي مرحلة لاحقة تصديرها لولايات المجاورة بناء مجمع سياحي واقترحنا في الدراسة على النموذج ما بين البلدية وجهة البراكنة وهذا المجمع يستوعب آلاف وخصوصا تشوفوا في الآونة الأخيرة على آلاف من الأسر في موسم العطل وموسم العياد تلجأ للبحارة وبالتالي ما تجد من الظروف والوسائد الضرورية تعمل على السياحة التي مطلوبها في المنطقة نقطة ثانية نقطة ثانية ندخلوا في الدراسة الميدانية طيب خصائص مثلا قدمتم مثلا هذه لهذه المقترحات واضح لكم أن هذه البحارات قد تم استثمارها في مجال التنموية قد استفاد منها في إطار الاستثمار طيب خصائص هذه التربة هالتربة أصلا مساعدة على الزراعة مثلا خصائص هذه التربة وما تميز به وكيف يمكن أن نحافظ على هذه التربة على تربة هذه البحيرة والمنطقة بالشكل عام حتى تبقى دائما قطبا تنمويا تماما هذا هو موضوع اللي لا يدخل فيه وهي هو محل الدراسة اللي قاموا بها مجموعة من الباحثين والفنيين من جامعة نواك شوط بالتعاون مع جامعة محل الد الخامس بالرباط وعدنا كمرحل دراسة كانت الدراسة بدأت 2014-15-16 على مدى أربع سنوات أربع سنوات كسح عامل المنطقة يكشوف تضاريسة يكشوف نوعية التربة يكشوف بعد ما عملنا الدراسة الأولية رجعنا وعملنا التقرير الأولي هو ينقل التقرير الأولي بعد الزيارة بعد هذا التقرير عملنا على خريطة للبحار هاي الخريطة ذبتنا فيها عشرة نقاط تقول له ديستاسيون ديستاسيون على كل ضفة وتعرف البحارة على ضفتها ضفة يمينية خمس نقاط والشمالية خمس نقاط على مدار أربع سنوات كل واحد نقطة من هاي النقاط العشرة مقبل منها عينة عينة من التربة وعينة من الماء في الفصول الثلاث يعني فصل تساقطات الأنطرية وفصل الصيف وما بين الفصلين تقريبا كنا نقول نعدلوها في المواد المواد الشراء وكنا نعدلوها في فيفري وكنا نعدلوها في المواد الماء الماء الصيف وعلى مدار أربع سنوات هذه الدراسة اللي عملناها ولمناسبة كانت مجهودات خاصة غير ممولة من جهة رسمية غير ممولة من جهة رسمية وكانت على تكاليف تقريبا على وحدات البحث الموجودة وعلى تكاليف خاصة لبعض الأشخاص هاي الدراسة مكنتنا من الآتي مكنتنا على أن نقيسوا المعايير المتعارف عليها دوليا في المنظومة اللي هو منظومة المياه والتربة وخلصنا في هذه الدراسة أعلن هذه نوعية المياه الموجودة في بحرط على أنها مياه صالحة للري حسب النظوم لطرحة المنظمة العالمية للزراعة معايير العالمية العادي للزراعة والتقضية وخلصنا على أن هذه المياه كي قلت لك مسبقا على أنها المياه بسيطة ويمكن معالجتها بشكل بسيط وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب للساكنة المحلية نرجع للتربة سؤالك في خصوص هالتربة صالحة للزراعة حسب تحليلات اللي عملنا واللي كانت فنية وموجودة بجنبي على أن هاي التربة من التربة تربة نادرة وبالتالي تربة صالحة للزراعة ويمكن تقول على أنها تقريبا من التربة اللي كنقولوا احنا يعني ما فات بزات بكر ما فات تماما لم تستهلك وبالتالي صالحة لجميع أنواع الزراعة وعلى الضفاف البحارة هناك آلاف الهكتارات اللي يمكن استصلاحها ويمكن ريها من البحار يعني المياه صالحة للري والتربة صالحة للزراعة إذن يمكن تعمل على أن تكون البحارة مصدر مائي وضفاف البحارة يكون مصدر زراعي وبالتالي تتكامل معادل في إطار دوما هذه الدراسة خلصنا مجموعة من التوصيات وهذه التوصيات سلملها للجهات المعنية واحدة لا بد من جعل هذه البحارة محمية وطنية على غراراتها في الموريتاني مثل بحارة الجاولين محمية الجاولين ومحول ميت باندارغين ومحول ميت تاوليك وتعود مكلاسية من هذا الذي ينقال لزون زيميت لمناطق الرطبة في موريتانيا النقطة الثانية لابد من كما قلت سابقا ربط هذه البحارة بمصدر ثاني يكمل النقص الحاصل نتيجة نهر السيني غالي على سبيل المثال النقطة الثالث على سبيل المثال ضربا من طريق آخر مثلا بحير ترتبط به هذا المصدر ثاني يقدموه نرسين غالي أقرب شي وأقل تكلفة نرسين غالي نلتقى على أقل من سبعين كم وهذا غير مكلفة متابعة الدراسات والبحوث وإنشاء معاهد متخصصة في المنطقة إياك يتموا هاو المعاهد يعملوا على إشاء تجارب وهذه التجارب يمكن تعملوا في المستقبل إصلاح كما قلت سابقا آلاف هكتارات للسد النقص والأمن الغذائي في المنطقة نقطة نقطة الأخرى كباحثين هنا نوجه تقريبا القضية للباحثين هنا دور الباحثين والدراسات التي تعمل عليهم الجامعات والمعاهد المتخصصة أحسن ما تكون دراسات من أجل الطلاب طالب هذا قد يحصل على الشهادة لا بد من عمل نختار هذه البحوث وهذه الدراسات التي نعمل عليها تكون أولا تلامس الحياة المواطنة مباشرة أي دراسة أو أي شيء لا يلامس الحياة المواطنة ويمكن أنه يحسن من مستواه المعيش يكون ناقص وبالتالي نحن لدينا فرص تنموية كثيرة وأهمها بحارة ألم إلي نتوجه لها الباحثين والمهتمين بالشأن التنموي يمكن تحسين وتكون هناك تكامل ما بين كباحثين وما بين الساكنة المحلية وعلى غرار يمكن جلب المستدمرين حسب لي تحدثت عنه هذا مغري جدا أرض صالحة للزراعة ومياه صالحة للري طيب دكتور خلال هذه الدراسة وزيارتكم لهذه البحيرة كيف لاحظتم ماذا تأثر الساكنة بما طرع على البحيرة من حسار ومن تلاشي حيث لم تعد تقوم بدورها الذي كانت تقوم به سابقا كيف كانت استفادة الساكنة بشكل فعلي حدوكم عنه وكيف لمستم تأثرهم بواقع البحيرة الجديد الساكنة مرت بمرحلتين الساكنة تقريبا كانت تعتمد بشكل أساسي على البحيرة يعني تعتمد عن ساكن تلاق وشكل مباسع ساكن تلاق والقراء المحادية للبحيرة وفهم ساكنة تلاق وفهم القراء المحادية للبحيرة هذا كان في الأساسي يعتمدوا للبحيرة نقطة الأولى عندهم الزراعة الموسمية مثل هذا المطار وبعد الزراعة عندهم زراعات شتوية وفي الصيف عندهم الماشية تتغذى للبحيرة معناها كان عندهم ارتباط جذري بالبحيرة وبالنسبة لهم أحد أعمدة وراء روافد التنمية والاقتصادية بالنسبة بعد ما سنوات الجفاف والتغيرات المناخية ونقص كمية الأممية حدثت هجرة أنا شفت وصرفهم تقريبا تتجد له مرأة واحد مع أطفال فتقت هجرة هاي الهجرة معنا الرجال هاجروا نعكست على الساكنة لأن كانوا تعتمد في الأساس على النشاط في المنطقة وبالتالي من أجل هذا النقص يرجع والله الساكنة ترجع لطبيعتها لا بد تعود البحارة لطبيعتها وذلك ما يحدث كي يقدم تدخلات من الجهات المعنية اللي اللي ميالتها تحاول المنطقة ترجع لألاقها وترجع لطبيعتها العادي إياك يخرج تكامل ما بين المزارعين والمنمين والساكنين من جهة وما بين المهتمين بالشأن من جهة واخرى دكتور نتحدث عن بحيرة تلاق مثلا بوصفها بحيرات تقعد مثال على بقية بحيراتنا الوطنية واقع البحيرات بشكل عام كان عندنا بحيرات أخرى مكتبت منها مثلا بحيرات محمودة هذه البحيرات هي مشتركة في هذه الصفات مشتركة في الخصائص أم أن كل بحيرات تحتاج دراسة خاصة بها حتى تبين معايرها وتحدد ما يمكن استفادة عبرها شكرا جزيلا السؤال مهم لأن موريتانيا فيها عدة بحيرات عندنا بحيرات مال عندنا بحيرات محمودة عندنا بحيرات الركيز والركيز صحيح وبحيرات هذه البحيرات تشترك في بعض الخصائص وتختلف بعضهم تشترك بحيرات خصوصيات تشترك تقريبا أن هذه البحيرات تشكل رافد أساسي وتنموي مناطق. لقصة تركيز لقصة تقريبا مال ولقصة محمودة. ولكن تختلف. تقريبا بحارة محمودة تختلف عن بحارة محمودة هم الساكنة تعتمد أساسا على قضية الأسماك. يعني تعد من بحارات اللي فيها قضم الأسماك المائية في سطح. بحارة تركيز أكثر تقريبا نشاط الزراعي فيها من الأنشطة الأخرى. بحارة مال وكذلك. وإذن هي تشترك بعض الخصائص وتختلف بعضها. لكن في المجمل هذه البحارات يجب على أنها تصان ويجب على أنها يحافظ عليها ويجب على أنها بشكل عام يشاء فيها أقطاب سياحية تنموية كل حسب تخصصها وحسب موقعها الجغرافي. لكن دائما نرجع لك على أن البحارة بالنسبة لها المتميزة واللي تشكل أرافد أساسي أنها بحارة أليك لعدة العوامل التي تحدثنا عنهم ساجقة. طيب دكتور نتحدث عن تناول الباحثين والدكاتر. أنتم حدثت عنه بشكل مقتضب. دور الباحثين والمهتمين بالمجال وحتى المؤسسات التنموية المخططين الاستراتيجيين وأن يهتمون بتخطط استراتيجي مثلاً على المد المتوسط والبعيد. مدى اهتمامهم بهذه البحارات سواء كانت تشخيصاً أو دراسة أو حتى مواكبة لواقع هذه التغيرات. لأن هذه التغيرات تحدث عنها وتغيرات كبيرة بحاجة لمستوى من الرصد والمتابعة وحتى الاقتراح والمعالجة في مراحل معينة. كيف ترون هذا المستوى؟ هل هو المستوى كافي؟ أما الذي يجب عليهم أن يقوموا به حتى يتحقق هذا الأمر؟ شفت هذا اللي نقاله البحث في موريتانيا مروا بعدة مراحل وكانوا عنده عدة معويقات وما زالوا عنده. لكن تقريباً نحن في أول زيارة نعمل معها كان معنا باحث معروف مغربي وهذا لما وصلنا للمنطقة وعملنا أول شاهدنا كأول مرة المنطقة أول مشاهدة ومبهر كان هاي مقومات اقتصادية رائعة بالنسبة لهو أعلنهم هوم تقريباً في دول مشاورة يعملوا سدود ويتكلفوا كثير إياك يحبسوا هاي المياه هنا طانو مولانا محبوسة طبيعية مالغر طبيعي مالغر رائع معناه هو أدجشة لما عنده أول وهلة فيما يخص التناول نعملوا على تطوير البحث العلمي الميداني الذي يلامس حياة المواطنين أنا تقريباً ركسانوياً نعملوا على عدة طلاب نبعثهم لمنطقة ألائي يقضوا شهر شهرين في منطقة ألائي يعملوا على أخذ العينات على الدراسات وبعدين يعاودوا بالعينات وكل شيء نعملوا التحاليل يستفادوا منه هلذين هرسائلهم نعملوا نأخذوا حنا النتائج نستفادوا منها ويتخرجوا هم منها عن تجربة مولي ميدانية واقعية فيه وبالتالي هذا النوع من البحث ضروري ومهم لكن هذه البحث تصدر نتائج هذا هو بل من العاتون لا بد من الإدارة المحلية كالجهة وكالبلدية أنهم يعملوا على إشراك هذه التقنيين إياك هذه المعلومات الجبرو يسلمهم مباشرة للمستفيدين نعطيك مثال تقريباً عدد التحليل العين من التربة حصلت له كذا كذا يمكن تقريباً يجيك البحث يقول لك في الشهر 12 إلى الشهر 2 ويأتك تزرع الخضروات لأن الإنتاج في هذه الفترة يكون مرتعب لأن هذه المعلومة لما تصل المزارع مباشرة العلاقة ما بين المزارع والباحث والطريق لابد أن تعود في سلسلة أي حلقة ولذلك عندنا زراعة عشوائية لا يعلم معايير وبدون أي أخذ تجارب وتجارب من الآخرين مرة تنجاح ومرة تخسر وبالتالي أنا الثلاثي المزارع والميدان الإنسان الساكن الميدانية والباحثين والطلاب والجهات الرسمية من البلد لتواكم وتدعم وخطط ويعود فيه تقريبا يوم تحسيسي تقريبا في المنطقة في جهة جهات المعنية كاملة وكل ما قدم رؤيته وهذا كامل يقدم نخرجه منه بخلاصات تستفاد منهم التنمية المحلية ونرفعه من المستوى المعيشي بأي تنمية ما أخلق عليها نعكاس وباشر على المواطن وارتفعه من مستوى المعيشي المعاطن بالنسبة لتنمية ناقصة طبعا لأنه هدف خطط تنمية كلها هو هذا وهذا ثبتته تجربة كوفيد مؤخرا ثبتته أعلن كل دولة لا بدالها مذنين قالوا السيادة في الأمن الغذائي وهذا ما يقدم يتحقق ما هي لين نرجعه للميدان ونرجعه للمناطق التي نعرفنا نقدر نستفاد منها ونقدر نعمل منها على الأمن الغذائي المحلي أولا وبعده تعميمه على الوطن ككل طيب وغتملت من ياسرة كانت لديكم كلمة خيرة وإضافة أو توصية إضافات أولا نشكر تلفزي تحت هذه الفرصة التي كانت فرصة نادرة وراجع لأنه يخرجوا قدر من مقابلات مع الباحثين آخرين من أجل وضع خطة نموذجية لتطوير هذا اللي ينقاله البحث في موريتانيا النقطة الثانية لابد أن نستفادوا من هذه المقومات اللي موجودة عندنا اللي هي مصادر ندمية ولا بد ما يقدر نعود تقريبا كل سنة تجينا آلاف من المترات المكعبة ولا نستفادوا لا زراعة ولا تنميليونة إذن لابد من الاستفادة من هذه المصادر الطبيعية ووضعها في الطريق الصحيح النقطة الثالثة والأساسية لابد من ربط ما بين الباحثين وبين المزارعين والمستفيدين والساكنة المحلية والجهات الإدارية والمنتخبون في المنطقة هذا الثلاثي إلينا يعمل أيام دورية في كل ولاية وكل ولاية نبرزوا منها المقدرات اللي موجودة فيها نقدرنا نخرجوا بخلاصات لكل خلاصات اللي قد تساعدنا في تأمين الغذاء وفي تنويع منتوجنا الزراعي إياكي واكب المرحلة اللي إحنا ونشيد باعد ذا وآوينا الأخيرا نفهم تحسينها طراءة سواء على البحث العلمي وسواء على الزيارات الميدانية اللي نعملو لها والجهات اللي اللي نتواصل معاها تتفاعل معنا بسرعة وعاطينا يعاطينا يعني تبادل وجهات النظر وفي مرحلة أخرى يمكن أن هاي التقارير وهاي البحوث اللي يعملوا أنها تعود مقدمة والله كلبنة لما هو أكثر شكرا جزيلا لكم دكتور بخصوص طلبكم مقابلات مع باحثين والاهتمام بالوضوع مبشركم نتلفز أحدثتها البرنامج البرنامج بقل الأخضر وبرنامج خاص بالبيئة تناول البيئة وقضاياها يحاول الباحثين والمهتمين ويقوم بزيارات ميدانية لمختلف ما يتميز به وطننا من أماكن سياحية ومقدرات تنووية كبيرة نتناول البيئة وقضاياها مع المهتمين المختصين لنشكل رأيا عاما يهتم بالقضايا البيئية ذات الاهتمام العالمي المشترك شكرا جزيلا لكم دكتور على ما تفضلت به مشاهدين الكرام شكرا جزيلا في نهاية الحلقة برنامج الأفق الأخضر أشكر باسمكم جزيلا شكرا دكتور يحيى محمل سيدي وهو أستاذ وباحث بجامعة أنواكشور شكرا جزيلا لكم على ما تفضلتم به دكتور من إضاحات وتوصية شكرا جزيلا لكم أنتم مشاهدين الكرام إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج نتناول فيها موضوعا تنمويا آخرهما جميعا إلى ذلكم الحين دمتم برعاية الله وحب اشتركوا في القناة